السلام عليكم اهلا بك في عالم الاسي او دي الحلقة الاولى من قرص كتابة المحتوى بما يتوافق مع الاسي او في القرص ده هنتعلم كيف يمكننا كتابة المحتوى متوافق مع كافة معايير الاسي او كما سنتعلم كيف يمكننا كتابة المحتوى يحب الناس قرأته وربما مشاركته على شبكات التواصل الاجتماعي سوف يتضمن القرص كافة مراحل كتابة المحتوى على الانترنت من بحث وتحليل وتحسين والاقسام الخاصة بالقرص بتاعنا هي لماذا نحتاج إلى كتابة محتوى على الجودة وما معنى ذلك وأنواع المحتوى هنتعرف على أركان أو أساسيات المقالة المعايير الخاصة بالـ SEO في المقال كيفية خلق أفكار جديدة للمحتوى البحث عن المحتوى والتحليل مثل للأشخاص المحترفين استهداف الجمهور والكتابة ليه البدء عملي في كتابة المحتوى كتابة عن عمون قوية ونارية مقدمة المقال تحديد الأهداف من الفقرات تنصيق المحتوى الرئيسي للمقال الصور في المحتوى ودورها في التحسين والظهور والفيديو أيضا في المحتوى ودوره في التحسين والظهور وفي النهاية نصائح لتسريع أرشفة هذا المحتوى الذي تم كتابته قبل ما أبدأ في الحلقة أدوك للاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشارات على الكل كي تصلك كافة الحلقات وقت نشرها على القناة كمان ما تنساش تعمل إيجاب وتعليق على الفيديو ده تشجيعا ليه يستمر على نشر هذه النوعية من المحتوى وكمان علشان الفيديو يوصل لناس كتير وتستفاد يلا بينا نبدأ في الحلقة في البداية ما هو تعريف كاتب المحتوى سؤال ممتاز والإجابة هي كاتب المحتوى هو شخص متخصص في تقديم المحتوى ذا صلة لمواقع الويب حيث احتوي كل موقع على جمهور مستهدف محدد وأتطلب هذا الموقع على المحتوى الأكثر صلة لجذب المزيد من الزوار أو العملاء يجب أن يحتوي المحتوى على كلمات رئيسية وكلمات رئيسية هنا بمعنى مصطلحات محددة متعلقة بالعمل والتي قد يستخدمها مستخدمو الإنترنت للبحث عن خدمات أو منتجات تهدف هذه الكلمات إلى تحسين الاسي او لموقع الويب يشعر إلى كاتب محتوى موقع الويب الذي لديه أيضا معرفة بعملية تحسين محركات البحث باسم كاتب محتوى اسي او حاليا خلونا نتعرف على أنواع المحتوى الموجود على الإنترنت طبعا هناك أنواع كثيرة جدا من المحتوى الذي يمكنك نشره أو كتابته على الإنترنت ويمكن أن نقول أيضا أن هذه الأنواع تعتبر فرصة جيدة ليك لتجد ما أنت مميز به وتعمل عليه لنوع المشهورة لكتابة المحتوى وهي التدوين والكتابة على أسالة التواصل الاجتماعي المحتوى الإغباري المحتوى المعلوماتي كتابة نص الإعلانات أو نصوص الإعلانات كتابة الكتب محتوى المواقع الإلكترونية محتوى البريد الإلكتروني والمبيعات والمحتوى الإبداعي والقصصي دول أهم أنواع المحتوى المتعرف عليهم على الإنترنت حاليا لماذا يجب علي كتابة محتوى بجودة عالية؟ تعمل كافة محركات البحث وأشهرهم جوجل على تحسين تجربة المستخدم من خلال المحتوى الذي يصل إلى الزائر وذلك ما يجعل جوجل في تحديثات مستمرة بشأن جودة المحتوى على الإنترنت والذي يصل إلى المستخدم أو الزائر بالطبع الخارزمية التي تتعمل بها على أكب بحث جوجل تجعلها سرية ولا تخبر بها أحد ولكن هناك إرشادات لجودة المحتوى التي توصي بها جوجل أو محركات البحث لتحسين الظهور والترتيب في نتائج البحث ومنها إنشاء صفحات موقعك للمستخدمين والزوهور وليست لمحركات البحث عدم خداع المستخدمين ضع نفسك مكان الزائر التفكير في النقاط اللي ممكن تجعل موقعك مميز أو الأشياء اللي ممكن تجعل من موقعك موقع مميز على الإنترنت حاليا هو لي لازم أحترم ما تقوله جوجل أو محركات البحث أولا لأن جوجل هي أكبر محرك بحث في العالم وأكثرهم استخداما حول العالم وإن كنت تريد أن يصل محتوىك إلى المزيد من الناس من حول العالم وجب احترام ما تقوله جوجل كمان إحنا لما نكتب محتوى إحنا نكتبه للزائر زي ما قلنا أو زي ما بتوصل إرشادات الخاصة بجوجل كل الإرشادات بتحاول أن هي توصل إلى تجربة مستخدم عالية الأربع نوعات اللي زكرتهم جوجل أو محركات البحث بشأن المحتوى أو جودة المحتوى كلها تهدف إلى تجربة مستخدم ممتازة أو مميزة تخرج من الموقع الخاص بيك أو من المحتوى اللي هتبدأ أن تكتبه خلونا حاليا نتعرف على الأركان الرئيسية أو أساسيات المقالة على الجودة على الإنترنت أولا عنوان قوي مقدمة جذابة عنوين فرعية المحتوى الأساسي صور زأصلة وقوية قوائم لو احتجنا ليها وفي النهاية استنتاج أو الفقرة الختمية من المهم جدا اختيار عنوان قوي ومميز حين كتابة محتوى أو مقال معين حيث أن العنوان هو العنصر الأول الذي يظهر للزائر ومن خلاله يقرر إن كان سوف يشاهد هذا المحتوى الخاص بهذا العنوان أو لن يشاهده مقدمة المقال أيضا من العام المهمة جدا في مقالك حيث أنها السطور الأولى في المقالة الخاصة بنا والتي من خلالها سوف نصف ما سوف يتم مناقشته في المقال وما سوف يستفاد الزائر من هذا المقال فمن المهم جدا بناء مقدمة جذابة وسوف نتحدث عن ذلك بحرية في الحالات القادمة بتساعد كمان العنوان الفرعية أيضا في تحسين تجربة المستخدم من خلال تأسيم المحتوى إلى أجزاء أو قطع لتسهيل عملية القراءة على الزائر فلا يحب الناس أبدا المحتوى الذي يبدو على هيئة كتل أو فقرات كبيرة المحتوى الأساسي هو المحتوى اللي بيكون بين الفقرة الترحبية والختمية أي أنه محتوى المقال نفسه وهو اللي من خلاله بيتم سرد الموضوع أو منقشة ما تم الوعد به في مقدمة المقال الصور في المقال أو المحتوى المرئي دائما سبب انتباه الناس ودائما ما يكون عنصر للجزء وتوفير صور زى صلة بالمقال تجعل من مقالك محتوى زى جودة عالية كما تساعد الصور أيضا في جذب المزيد من الزيارات عن طريق محركات البحث القائمة لو احتجناها في المحتوى الخاص بنا وهي واحدة من طرق تقسيم المقال أو تنصيقه وجعله أكثر احترافية أو أكثر سهولة في القراءة وفي نهاية المقال بيكون عند استنتاج للمقالة بتاعتي أو ختمة للمقالة بتاعتي بيكون فيها مجرد شكر مثلا للزائر على قراءة المحتوى أو توضيح بعض المعلمات اللي موجودة في المقال لحد هنا احنا انتهينا من الحلقة دي اتمنى ان انا اكون افدتك بالمعلومات اللي موجودة فيها ما تنساش تتابعنا وتشترك في القناة علشان تتابع الحلقة اللي جاية بإذن الله واللي حدى ان انا اتكلم فيها على المعايير الخاصة بالإسي أو داخل المقال زي ما احنا متعودين ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات على الكل علشان توصلك كافة الحلقات وقت نشرها على القناة وكمان اعمل اعجاب وتعليق للفيديو ده تشجيع اللي هيستمر في نشرها زي النوعية من المحتوى وكمان علشان الفيديو يوصل لناس كتير وتستفاد دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته